اغرب برامج يابانية والمفروض البرنامج ده عاملينه عشان الناس تستمتع بس انا بشوف ان هم قطع وخلف الناس اصلا لانهم بيربطوا القطع يتلحم في وسط المتسابق وبيخلي اكبر صلحيفة في العالم تجري وراه واللي يقدر سرائتها بتسعة وعشرين كيلو متر في الساعة طيب المسابقة عبارة عن كده بس لا ده احيانا بيحطوك جوه سندوق مربع لدب والدب بيفضل يلف حولينكو زي ما انتم ما شايفين ايه الفكرة من البرنامج انا مش عارب بصراحة كل اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني لان المسابقة دي اسمها احمق عضائك ومن غير ما اللف واندور فعلا اللي جات في دماغك هي اللي صح وهنا الموزيع بيسألك عن سؤاله لو معرفتش تجاوب عليها ده اللي بيحصل لك والمفروض في المسابقة دي انه هو بيمشي اليويو على الخط الرفيئ ده علشان يوصل على الجنب التاني والجنب التاني في واحد نام على وطنه ومستنيه زي ما انت ما شايف كده واليويو لو وقع في الخرمة هيبقى دخل في مكان وحش خالص وللعلم هم مغيرين المصمار بتاع اليويو لمصمار تاني ومتنساش تقولينا في التعليقات انهي برنامج كان صادم ليك ويه سلامات